موسيقى 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 يعني مشاهدين مبادرات عديدة دائما إلها نصيب في برنامج يوم جديد واحدة من هذه المبادرات مبادرة أنا بخدمتك هذه مبادرة حديثة طلعت برمضان الماضي وتخدم فئة الأشخاص دوي الإعاقة بالإعاقات المختلفة الحركية والسمعية والبصرية والعقلية والنفسية فشو هي هذه المبادرة مين طلع فيها راح نحكي عنها بتفصيل أكتر نحن بسعدنا يكون معنا الأستاذ عبد المجيد الحجوج هو واحد من اللي طلعوا بهاي المبادرة وهو أيضا من أشخاص ذوي الإعاقة أهلا وسهلا فيك عبد المجيد أهلا سهلا سباح أعرفك عن نفسي عبد المجيد مفيد الحجوج عمره 24 سنة طبعا حصلت على العديد من الجوائد والعديد من الإنجازات أسلقنا مبادرة بسهر رمضان أنا بقدمتك والهدف فيها اللي هو تعزيز روح المشاركة للأستاذ دوي الإعاقة بالمجتمع أنه حتى لا نحسسهم بأنهم بيسعروا بالصفقة أو بيسعروا بحدهم يساعدهم لا هم الأشخاص ذوي العاقة بجهدهم بأفكارهم بعقلياتهم بأكل الإمكانيات ممكن يعملوا إشي يخدم المجتمع فهي أطلقنا إسمها أنا بخدمتك أنه إحنا أشخاص دوي إعاقة بنساعد الأشخاص العاديين هل فهمت المبادرة؟ إذن هي مش لخدمة الأشخاص دوي الإعاقية العكسية الأشخاص دوي الإعاقة بيخدموا غير المعوقعين الأشخاص دوي الإعاقة بيخدم الأشخاص العاديين غير المعوقعين فالفكرة هي ما حدا أطلقها يعني على مستوى الأردن أو مستوى الوطن العربي ما بعرف يعني فيه حدا أطلقها قبلنا بس هي الفكرة أنه أنا مؤسس المبادرة وفيه كمان جميل إلي سعيد كعوش وهو برضو عاقة حركية اتسمعنا مع بعض حطينا المبادرات وحطينا الأفكار والكل إشي بعدين بسهر رمضان قلنا بننوجع تمر ومية بعدين أول مبادرة اللي هي أطلقتناها تمر ومية على الإشارات شار فيها إقبال كثير شار فيها ناس أجانب أجوا تهدفوا شو هي الفكرة شو هي أول مرة بنشوف أشخاص دوي الإعاقة بيخدموا مجتمعهم بخدموا الأشخاص العاديين أول فكرة تنسر اللي هي الروح الإعاقة يعني الإعاقة عمرها ما كانت نهاية هي الفكرة أنه أنا إنسان أنا متواجد أنا منتج أنا بعمل مثل غيري حتى لو كان عندي إعاقة بغض النظر مثل ما تفضلت نسرين سمعية بصرية حركية نفسية أنا موجود وأنا بخدمة مجتمعي بخدمة منطقتي مدينتي وبشهر رمضان المبارك قبل ساعات الإفطار قبل ساعات الإفطار وكمان أطلقنا رحنا على دار المتنين عملنا لهم طبعا أنا من الأشخاص العاديين اللي لدينا سانت أب كوميدي اللي هو من مبليش مهرج جميل يعني عادي عمرها ما كانت نهاية العالم العاقة دائما نحكي أن العاقة بالفكر ليس العاقة بالجسد العاقة نقطة بداية العاقة انتلاقة يعني المفروض يعني أي شخص دوي عاقة ما يخزل من عاقته إنه طالب بحقوقهم حسب الاتفاقية الدولية وحسب القانون من دائما هاي المبادرة أطلقنا إشي اسمه اللي هي التدقيف والدورة التوعوية للفئة الأشخاص دوي العاقة يعني في ناش يعني بخزلوا من عاقتهم وين عقدتوها عبد المجيد؟ أنا بعقدها بجمعية السم اللي هي جمعية المرأة السم بعقدها بالجامعات راح قريبا عقد راح قريبا عقدها إدارة على المراكز وفيه اسمه اسمها إدارة مهارات الحياة جميل إدارة مهارات الحياة بتتشتت اللي هي كيف تتشتت لحياتك وإدارة الوقت وتعزيز النفس والروح المشاركة بالمجتمع وبالحياة العامية آخر إشي فيه اسم رواية أطلقتها جديد وكتبتها بس على قيد الانتهاء بس عملت لها تخميم عملت لها غلاف اسمها اللي هي مفاجأة لهم اسمها جدد طاقتق جدد طاقتق جدد طاقتق جدد طاقتق بالحياة العامية جدد طاقتق لما تكون معصب وغضبان وكل شيء كيف أنك تفرق الطاقة السلبية وتفرق الطاقة الغضب لطاقة إيجابية من أين عرفته؟ الدراسة والخبرة والممارسة؟ أنا بالبداية بدي أشكر أول شيء والدتي والوالد العديد والوالد والتي اللي هي دعمتني لحد الآن أوصل لها المرحلة والوالد برضو الله يخلي لك يا مع بعض طبعا الحياة علمتني والدعك برضو بالمجتمع يعني طول ما واحد يتعب منهو صغير لهو كبير برضو الدعك يعني مع ترك الحياة يعني لازم الواحد يتعب منهو صغير لحت ليوصل للي بده أنت بتشتغل بوزارة الصحة؟ بوزارة الصحة بوزارة الصحة أنا خلت الدبلوم ما شاء الله علي وحصلت على 42 شهادة بمجالات مختلفة برافو وحصلت على زائجة الأميرة بسماء للعمل التنمي وخدمة المسجمع وحصلت على لكب اللي هي وشام فرشان التغيير وآخر لكب اللي هو لكب السفير الهمة من مركز المنطلق الدولي السفير الهمة هلأ أنا بسمونه سفير الهمة يعني عشان بعطيهم طاقة أو تدريب ترفع الهمة ايه؟ ترفع الهمة المعنوية والهمة والطاقة الإجابية عجل السرين قصة نجاح الله يساعدكم قصة نجاح بس في كمان مقولة أنا دائماً بحبها بحب أوجهها للأشخاص اللي هي راكب أفكارك لأنها تتشبح كلمات راكب كلماتك لأنها تتشبح أفعال راكب أفعالك لأنها تتحدد مسيرك سخصيتك راكب سخصيتك لأنها تتحدد مسيرك في ناش دائماً بتيقس ويعني خلس اليأس دائما بيحكي لهم شو قمة هالتفائل اللي عندك لا تيقس أنا بدي أحييك عليها ما شو يعني قمة التفائل رائعة بس هي التفائل كمان إجا من التحدي يعني كمان أنا بدي أعرف عبد المجيد شو يعني أكتر إشي كان بزعجك يعني أنت خلصت قلت المدرسة والدبلوم وهلأ بتشتغل إعاقتك يعني نطقية سماعية نطقية سماعية يعني كنت شو كنت تتلاقي لما مثلا تبلش تحكي شوي عندك يعني معيقات معيقات في مخارج الحروف يعني مثلا كنت تحس أنه في ناس مثلا تتعامل معك من باب الشفقة من باب السخرية من باب يعني كل هاي الأمور يعني حاب أعرف كيف نظرة المجتمع كيف أنت واجهتها وتحددها طيب في العمل في الدراسة بالبداية لما كان عمري سنتين وارتبعت درجة الحرارة عندي ولما أخذونا عن المجتمع ونزلونا درجة الحرارة فجأة فضرب عندي العساب السمعي اللي هي الوصل بين النطق والسمع والسمع هلأ المجتمع لما أطلعت أنه كلامي مكسر كان أنه ما كنت أحكي هيك مثلا مسترح كنت أحكي ميمسا راحة يعني بالأحرق ما تقدرش تركب الكلمة بالهجاء يعني فلما كانت تأخذني والدتي على مركز الملكة وعلى المراكز blew какая كنت أعتبر الأحريف فكنت أميز بين حرف الشين والشين ولكن حرف الشين قلت استصمر إلى 8 وعلى الكب يصل حوى ساكل ونحن سخن تدريب يعني تدريب على كيف النطق هو اللي مرى النفسه وعنده إصرار بالتعاون مع مراكز متخصصة صمعية النطقية النفس عشان النفس كانوا يجبوا له سمعة عدني أنفخ فيها وعط فيها أنفخ فيها وعط فيها عشان إيه اللي هي النفس بعدين لما كانت تمرنا بالتمرنات نجلس على مدرسة عادية مش مخصصة المعاقبة أول كلمة سمعتها أطرس كلامك مكسر طبعا أنا ما مش إنه ضايقة أو شيء رجعت على والدتي وقلها إما أنا معاق أنا أطرس أنا كلام مكسر إحباط يعني صار معاك إحباط يعني إنه بدها إحباط كانت والدتي على إحفادها تقول لي مثلا إنه لا مش معاق ولا مكسر تعجزها يتتك بتذكر يوميها كانت تنبخ لبلون وتكتب لي الكلمات اللي أنا أتواجهها بالمجتمع أو أواجهها من هذا وتحطها بالبلون ماسي وتنفخه وتربطه وتفقعه وتقول لي هذا كلام ما رح يتأثر عن جد تحية تحية كتير كبيرة إلها أكيد هل اللي عم بتتابعني بس شوف الفكرة شفت الفكرة مأحلاها يعني فهذا الكلام هو وتفرجيه مش بس تحكي له بتطبق له حتى الكلام كانت أعتمد على التفايف فعلا الفضل بعد رب العالمين إلى والدتك اللي كان عندها إصرار حقيقي وفهماني وفهماني صحيح يعني كتير تعبت يعني بالحياة وبرد والدي لما بلش بلشنا بالهوة من هون نشأت الفكرة اللي هي التحدي تبعت البلون بعدين بلشت ساروا يضحكوا علي أنه ما رح تنجح وما رح يجيب الأول على المدرسة قلت لهم بإصراري وبعظيمتي رح أجيب الأول على المدرسة وجبت الأول على المدرسة اتميزت من البناتهم مش لأنني أنا شخص عندي عاقة لأنني تحديتي عاقتي لأنني لأنك تصميم وإرادة لأنك تصميم وإرادة والتصميم مش لأنه عندك قوة خارقة زي ما البعض بيعتقد أنه أشخاص اللي عندهم إعاقات ربنا بنزل عليهم قوة خارقة يعوض إشي بإشي هي مش هيك كل إنسان هو الإنسان إنسان إنسان كل إنسان عنده احتياج خاص كل إنسان عنده تحدي عنده تحدي بس إيش إنه لا يغير الله ما بكوم إلا لا يغير حتى يغير ما بأنفسه إذا ما غيرت من نفسك ما بتتغير لحياتك لأنه ما بين الروح والنفس اللي هو السؤال اللي هو السؤال على النفس والروح اللي هو إيش اللي إجابة على السؤال بيجب أن يعني لما بدك تتحدى إعاقتك بدك تتحدى كل الإشي لازم تتأل نفسك أنا وين وين راح أوصل وما راح أعمل لبعدين صحيح وهذا كل الأشخاص لازم يسألوا هالهم هذا السؤال مش فقط لعندهم إعاق إحنا سعداء جدا بوجودك معنا عبد المجيد الحجوج وإنت يعني عطيتنا في النهاية جرعة من الطاقة الإيجابية الحلوة اللي بتخلي الواحد فعلا يتحدى أي معيقات حتى يوصل ويكمل وتستمر الحياة يعني ليس قصة نجاح فقط نسرين وقصة إرادة وتصميم ومثابرة حقيقية فكل الشكر إليك لعائلتك لوالدتك لوالدك وأكيد الرسالة وصلت لحبتنا مشاهدين يوم جديد شكرا إليك بالنهاية بذكركم وأحب كمان أكر جلالة الملك والأمير حسين والملكرانية والعائلة تمية أدام الله شكرا إليك وشكرا إليكم مشاهدين لمتابعتكم إننا إحنا لقاءنا معكم انتهى بس بكرة في يوم جديد أكيد وبإذن الله كل اثنين وخميس نسرين أو صالحهم تحمل عدوان كل جديد بيوم جديد كنا ولازلنا وسنبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم والشكر أيضا لمحمد العواشي وتمارة وسالم الخوال إلى اللقاء والنار 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 شكرا للمشاهدين